بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعرفنا في دروس سابقة على بعض العبادات والأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك كصلاة التراويح ومبطلات الصيام وسننطق اليوم للدرس الثالث والعشرون للتعرف على ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فما المقصود بليلة القدر ليلة القدر هي إحدى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك يشتهد فيها المسلم بالعبادة طلبا للمغفرة والثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى ولم تحدد ليلة القدر بليلة معينة بل هي قد تكون في إحدى الليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان ومعنى الوتر أي الليالي الفردية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أناقش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأبين ما أستفيده منه في حياتي أن ليلة القدر تكون في الليالي المنفردة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك نشاط 1 صفحة 94 املأ الفراغ فيما يأتي الليالي الزوجية في العشر الأواخر من رمضان هي 20 22 24 26 28 30 الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان هي 21 23 25 27 29 فضلها وأما في الحديث عن فضل هذه الليلة المباركة فيظهر فضلها أولا أنه بدأ فيها نزول كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم ثانيا العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الأجر والثواب لمن قامها حق قيامه ثالثا يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين العابدين ذنوبهم رابعا فيها يتنزل الملائكة وجبريل عليهم السلام جميعا إلى الأرض نشاط اتنين أكتب فضل ليلة القدر الذي ذكر في كل مما يأتي هون رح نربط بين الآيات وبين الفضائل اللي حكينا عنها الآية الأولى إنا أنزلناه في ليلة القدر بدء نزول القرآن الكريم فيها الآية الثانية ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة فيها أجر عظيم فهي خير من عبادة ألف شهر الآية الثالثة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نزول جبريل عليه السلام والملائكة الكرام للأرض الآية الرابعة إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنها ليلة مباركة وقد نزل فيها القرآن الكريم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى ذلك أن قيامها يغفر الذنوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان المبارك ونحن في أفضل حال وأن يرفع عنا هذه الغمة والبلاء حتى نقوم رمضان حق قيامه ماذا أفعل في ليلة القدر؟ سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر؟ ماذا أدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره الدس المستفاد من ذلك أن الإنسان لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته ويزيد في العبادة في شهر رمضان المبارك ويزيد في العبادة أكثر في ليلة القدر وهون ركزت السيدة عائشة رضي الله عنها على عبادة الدعاء يعني هي عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سألته ماذا أدعو؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا هنا بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني طبعا المسلم أيضا يجتهد في كافة العبادات في الصلاة في قراءة القرآن الكريم في التسبيح في الأذكار وغيرها من العبادات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أفضل حال أعمالي في ليلة القدر أصلي أدعو الله تعالى أقرأ القرآن أسبح وأستغفر ولك هنا عزيزي الطالب بأن تملأ هذه الفراغات بالعبادات التي تحب أختبر معلوماتي صفحة 96 السؤال الأول أبين معنى ليلة القدر هي إحدى الليالي العشر الأخيرة في رمضان يشتهد فيها المسلم في العبادة طلبا للمغفرة والثواب وهي ليلة مباركة بدأ فيها نزول القرآن الكريم والعبادة فيها خير من ألف شهر السؤال الثاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر فيه ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان السؤال الثالث لكي أنال أجر ليلة القدر فإنني أحرص على ألف أصلي با أقرأ القرآن جيم أدعو الله تعالى بالخير السؤال الرابع أذكر ثلاثا من فضائل ليلة القدر واحد ليلة مباركة اثنين بدأ فيها نزول القرآن الكريم ثلاثة العبادة فيها خير من ألف شهر أربعة مغفرة الذنوب خمسة نزول الملائكة وجبريل عليهم السلام فيها للأرض